اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على خطط الوزارة للجاهزية والاستعداد للطوارئ من فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية واستمع سموه لشرح عن الخطط الموضوعة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تحقيق استراتيجية الوزارة في استعداد وجاهزية الأجهزة الشرطية للتعامل مع أي طارئ وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن كما اطلع سموه على نتائج تمارين الأمن الداخلي على مستوى الدولة